المسيحية المسيحية انتشرت بتعليم المسيح وبمحبة المسيح وبمثال المسيح أيضا بالواقع بولوس لما كان موجود في أفسوس واجه اضطهاد شرس جدا وتيمثاوس أيضا واجه اضطهاد شرس جدا ويحنى الرسول اللي كان موجود في منطقة أفسوس واجه اضطهاد عنيف ضده بسبب الامبراطور دومشيان اللي أمر بعبادة الامبراطور وهنا الكنيسة رفضت والنتيجة أن الرسول يحنى جاء إلى هذه الجزيرة كأسير كأنه مجرم يعني تعامل كأنه مجرم لأنه وقف بجانب الحق وهكذا أحبائي هذه الجزيرة كما ترون المحجرة شديدة الهواء طبعا اسمها اليوم بسبب وجود القديس يحنى أصبحت جزيرة سياحية جميلة ذات الخليج الجميل تأتي السياح والسفن من كل أنحاء العالم يمكن اليوم مستمتع بالمناظر لكن لم يكن في أيام يحنى جاءوا كأسير والرسول بولوس لما كتب إلى كنيسة أفسوس قال أنا الأسير في الرب وقال عن نفسه أنه أسير أو سفير في سلاسل فالحقيقة الواقعية أنه فيه اضطهاد على كنيسة الرب